موسيقى أهلا بكم لماذا تستمر سياسة التغييب القصري لألاف الأبرياء من المواطنين العراقيين منذ أكثر من سبعة عشر عاما ولماذا لم يكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم ولم تتم إعادتهم إلى أسرهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل والتعذيب ومحاكمتهم ألا يعد الإخفاء القصري أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية التي تستوجب محاكمات دولية لماذا تستمر حكومات ما بعد الاحتلال ومنذ سبع عشرة سنة بشن حملات اعتقالات تعسفية وقمعية قائمة على وشاية المخبر السري أو بدوافع انتقامية وطائفية فضلا عن اعتقالات عشوائية وعمليات اختطاف طالت عشرات الألاف من المدنيين خلال العمليات العسكرية واقتحام المدن دول معتقلين تظهروا في بغداد من أجل إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية والذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها في المعتقلات بينما يشكو دول معتقلين أيضا من تعرضهم للابتزاز من أجل السماح بزيارة أبنائهم وكذلك يعبرون عن معاناتهم بسبب فقدان أبنائهم بتهم باطلة في حين أن رئيس الوزراء الكاظمي يستقبل عددا من عوائل المغيبين قصرا ويكتفي بالتعاطف معه بينما استنكرت اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي جرائم الإخفاء القصري المتواصلة منذ 17 سنة وحملة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وأحزابها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وكذلك الانتهاكات التي تمارس بتواطئ وتنسيق بين الميليشيات والقوات الحكومية من جهتها أيضا جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوتها للكشف عن مصير آلاف المغيبين في العراق مشاهدين الكرام نصلط الضوء في هذه الحلقة على أسباب استمرار التغييب القصري في العراق وتداعيته والموقف الدولي منه نشاهد أولا هذا التقرير لطالما كان ملف المعتقلين العراقيين قضية ساخنة وشائكة تزيدها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 تعقيدات إضافية ليستمر مئات الآلاف من المعتقلين قابعين في السجون الحكومية أكثر من ثمانين في المئة منهم بلا تهم ويعاني هؤلاء ظروفا إنسانية قاسية وانتهاكات جسدية فضلا عن الإهمال وغياب الرعاية الصحية عذاب عذبوهم كهبا يطفوهم ومرضى وديموتون الكورونا هم الكورونا ديموتون يعني بيعنا العدن والمعدن نجيب لهم علاجات الحكومة الحالية ومن قبلها تتخذ بمؤسساتها الأمنية إجراءات تعسفية وسياسية قمعية في حملات الاعتقال التي تقوم بها والتي بني أغلبها على الفساد المستشري لممارسة الابتزاز أو بدوافع انتقامية وطائفية أو بوشاية من المخبر السري فضلا عن الاعتقالات العشوائية والخطف لعشرات الآلاف في أثناء الأعمال العسكرية وما تضمنتها من أعمال اقتحام المدن ذو المعتقلين تظهروا في بغداد من عجل المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية والذين عيشون ظروفا إنسانية صعبة بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها في المعتقلات اسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أوضح تعقيبا على تبرئة مجرمي مزارة جامع مصعب بن عمير أن التمييز أمام القضاء يعد أمرز ملامح غياب الدولة القانونية وأن تبرئة المجرمين وتجريم الأبرياء نهج سياسي مستمر تتبعه حكومات الاحتلال المتعاقبة كلها لجنة حقوق الإنسان النيابية أقرت بأن الطاقة الاستيعابية لسجن الناصرية المركزي أربعة آلاف نزيل بينما يوجد فيه الآن عشرة آلاف وخمسمائة نزيل يعانون الاكتباض وقلة الطعام والخدمات الصحية وخصوصا مع تفشي فيروس كورونا مما ينذر بكارثة إنسانية ويبدو أن أمام العراق طريقا طويل لتحسين مكانته بعد تراجع ترتيبه في مجال حقوق الإنسان داخليا ودوليا من جراء الانتهاكات الحاصلة بحسب مفوضية حقوق الإنسان في الهرق هذا وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوتها إلى الكشف عن مصير آلاف المغيبين في الهرق وذكرت أن فقدان الأسر ذويهم منذ سنوات وعدم وجود إجابات حاسمة عن مصير المغيبين قسرا أمور من شأنها أن تترك آثارا مأساوية لدى آلاف الأسر أرحب ضيوف الكرام في هذه الحلقة لأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحل السياسي ضيفي في الأستوديوم مرحب بك أستاذ نظير الله محليك وأيضا مرحب بالأستاذ دكتور عامر الدليمي أستاذ القانون ينضم معنا عبر الهاتف دكتور عامر مرحب بك أهلا وسهلا بك يا مرحبا وأيضا سينضم إلينا لاحقا دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري سياسة التغييب القصري ليست سياسة جديدة يعني منذ 17 سنة وهذه سياسة مستمرة عمليات الاعتقالات والقمع والعمليات التعسفية ضد محافظات بعينها مستمرة لنقف على أسباب التغييب القصري لماذا تستمر هذه الجرائم في العراق؟ يعني الحقيقة أنه كما قلت منذ الاحتلال 2003 ولحد الآن هذا النهج مستمر تقوم به السلطات الحكومية وقد زاد هذا قوة عندما استتبى الوضع السياسي والعسكري بيد هذه الأحزاب التي معروفة إلى أين هي متوجهة وقامت باستخدام هذا الاسلوب كنتيجة أو فعل يؤدي إلى نتائج ظاهرة بالنسبة لهم ذلك لأنه سوف يقصي مكونات كبيرة من المجتمع العراقي ولن تكون منافس لسلطتهم كذلك أيضا استخدمت هذا الاسلوب في محاولة تسقيط بعض السياسيين وعدم مشاركة العملية السياسية مع هذه المكونات وهي ما زالت مستمرة لأبعاد أخرى هي كل سنة بعد سنة تجد لها أهداف أكبر من التي كانت في السابق في البداية ربما كانت هي تحاول تعزيز تفردها بالسلطة والآن بعد أن تفردت بالسلطة الآن تحاول أن تغير ديمغرافية هذا البلد وجعله من مكون واحد لأبعاد سياسية ربما مستقبلا سوف تخرج خارج نطاق العراق نفسه ويبدأ التغيير في البلدان المجاورة لذلك هذه السلطة الحاكمة ومهما كانت المناشدات أو الضغوطات لتغيير هذا النهج هي لن تتركه وسوف تحاول أن تستمر به لأنه بالنسبة لها قد أفرز نتائج باهرة لتعزيز سلطتهم وتغيير الطبيعة الديمغرافية لهذا البلد أو البلدان المجاورة وهذا كله يساهم في الأجندة التي ترسمها لهم إيران وترسمها للمنطقة وليس للعراق فقط دكتور عامر دليمي وأستاذ القانون أرحب بك مرة أخرى لنتعرف على التغييب القصري وكيف ينظر القانون الدولي إلى جرائم التغييب القصري في العراق في البداية أقول أن احتلال عراق باطل وكل ما يتغتب عليه باطل وقل القانون الدولي فالاحتلال ارتكب مخالفات كثيرة بحق الشعب العراقي في مصادرة فريتة في عمليات لا قانونية وانتهاق للحقوق والإنسانية وحتى للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي ارتكب الاحتلال وذيولة في العراق عمليات القبض والتوقيف بدون سند قانوني ومخالف للقانون وإزراته ولذلك ارتكب عمليات لإخفاء القصري في السجون العلنية وفي السجون السرية لإخفاء جرائمه والتسطر عليه وعلى عملياته اللا قانونية خشة المسائلة القانونية والحقيقة هذه العمليات اللا قانونية اللا إنسانية التي ارتكبها الاحتلال وليوله نستطيع أن ننصفها بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم غد الإنسانية ويفترض أن يكون هناك متابعة قانونية إنسانية ليس فقط من الغي العام العراقي وأنه نعرف أن الغي العام العراقي ضعيف في هذه المثلة ولكن يفترض أن يتبنى الغي العام العالمي الذي ينشد إلى السلم والأمن وينشد إلى استقرار الشعوب وأيضا مغادرة الفوضى ومغادرة جهة خقوق الإنسان وهذا الموضوع بالنسبة للقانون الدولي كما قلت أنه جرائم توصف بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ويفترض أن كل شخص أي شخص اسمه أو أنصبه أو وظيفته أو مسؤوليته أن يحال المحكمة الجنائية الدولية غبقا لاختصاص غبقا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية تنظر بالجرائم الخطرة بالجرائم إبادة جماعية بالجرائم ضد الإنسانية لأن هذه الجرائم تقصد إنهاء جماعة إنهاء كليا أو جزئيا يعني أنه تعرض جماعة لأسباب قد تكون طائفية عنصرية ثائرية ثائرية إلى آخر فإذن على المحكمة الجنائي الدولية أن تتولى هذا الموضوع وأن يصار إلى كل شخص ارتكب أو نفذ أو اشتغل سنتحدث أيضا عن الإطار القانوني الذي يضع حدا لهذه الجرائم التي ترتكب في العراق ضد محافظات بعينها وأبناء هذه المحافظات أيضا في نقطة أخرى أو محور آخر إليك أستاذ نظير كندوري رئيس الوزراء الكاظمي يقول باستقباله عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد ممن غيب أبناؤهم قصرا تحدث إلى هذه العوائل على أن هذه الممارسات غير قانونية أيضا وكان مستمع لهم ويتحدث بأن هذه الممارسات مرفوضة سواء كانت أسبابها طائفية أو أسبابها سياسية ولكن ألم يشغل هو منصب رئاسة جهاز المخابرات في العراق ويعلم الشاردة والواردة ويعلم الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والتغيب القصري في العراق لماذا يخاطب هذه العوائل وكأنه يسمع بأمر المغيبين قصرا لأول مرة هو هذا الغريب المستغرب من رئيس وزراء وكان مدير مخابرات سابق يتصرف وهو يستمع إلى قصص العوائل هؤلاء المغيبين وكأنه يسمعها لأول مرة ويبدأ اهتمامه ويبدأ تعاطفه أنا أعتقد أن هذا هو أسلوب لمحاولة جعل فدهالة أو رصيد شعبي أو تعاطف شعبي معه على أن هذا أكبر مسؤول سياسي في البلد هو يتعاطف مع المغيبين والمختفين قصريا ويحاول أن يبيع لهم الكلام فقط وليس هناك أي نتيجة هذه المواقف فقط نسمع بها في اليوم العالمي أو الدولي المغيبين قصريا هل هو نوع من امتصاص الغضب ربما لهذه العوائل المشروع مشروع الاختطاف والقتل والتعسف ومستمر في العراق وهذه الجراءة المستمر أيضا تسويف يعني وعود بلا أي تحرك يعني أنا أعطيك مثل آخر هو في بداية تسلم لمنصبة يعني رئيس الوزراء ذهب إلى وزارة الداخلية وأمر وزارة الداخلية بأنه يولون هذا الملف ملف المغيبين الاهتمام الكافي وتشكيل لجنة لمعرفة مصيرهم وتقديم يعني مقررات ونتائج لهذه اللجان وخول هذه اللجان بالدخول لكل السجون والسجون السرية هذا الكلام منذ متى يعني منذ تسلمة يعني منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومع ذلك لم نرى أي نتائج لهذه اللجان ولم ينصف أي يعني مغيب بل بالعكس ظهرت النتائج بأن هؤلاء المغيبين لبعض الأسماء قالوا أنه بعض الجهات السياسية رفعت أسماء بعض المغيبين قالوا أن هؤلاء بعضهم إرهابيين قد تم حكمهم وهم الآن يقضون أحكامهم وبعضهم قد هربوا من السجن والبعض الآخر لا نعلم عنه شيء هذه كانت النتائج هذا ضحك على الضقون يعني الحقيقة أن هذا مصطفى الكاظمي لم يغير النهج الذي مارسه رؤساء الوزراء السابقين من قبله إلا بحسن الكلام وبيع الكلام للناس والتسويف في هذه الأمور لم يقدم أي شيء بالرغم أنه الآن كثير من الناس تعتقد أنه سيكون جزء من الحل وهو سيحسم الكثير من الملفات ولكن لحد الآن أريني ملف واحد قد حسمه يعني ليس فقط ملف المغيبين إنما ملف هذه الميليشيات التي سائبة في الشوارع تقتل الناس كالكلاب المسعورة لم يفعل أمامها شيء ماذا تتوقع أن يكون أن يفعل من أجل قضية المغيبين؟ الكثير من المنظمات والكثير من القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية يعني دانت عمليات أو استمرار جرائم التغييب القصري في العراق اللجنة العليا للميثاق الوطني أصدرت بيانا بمناسبة اليوم الدولي للمغيبين والمخفيين قسرا البيان رقم 54 بعنوان المغيبون العراقيون ضحايا الصمت الدولي والتواطئ الحكومي ذكرت في هذا البيان أنه ما زال مصير أكثر من 25 ألف عراقي مجهولا منذ العام 2014 على الرغم من مطالبات المنظمات الدولية والمحلية والتظاهرات الجماغرية بمعرفة مصيرهم إلا أن السلطات الحكومية تتعمد عدم البحث عن المغيبين وإهمال ملفهم الذي تسبب بضياع وشتات ذو الضحايا ولم يكن لهذه الجريمة أن تستمر لولا صمت المجتمع الدولي عنها وتستر بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي على ما يجري من إخفاء قسري في العراق بعدم تضمينها في إحاطتها الدورية الأخيرة لمجلس الأمن التي خلت من ذكر مصير آلاف المغيبين قسرا من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها على يد الميليشيات الإرهابية واستنكرت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ودانت جريمة الإخفاء القسري محملة للحكومات المتعاقبة وأحزابها في العراق المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تمارس بتواطئ وتنسيق مفضوح بين الميليشيات والقوات الحكومية ودعت المنظمات الدولية للخروج عن صمتها والإفاء بالتزاماتها الإنسانية واتخاذ الإجراءات الجادة للكشف عن مصير المغيبين خاصة بعد العثور على مقابر جماعية في أماكن تسيطر عليها القوات الحكومية والميليشيات المسلحة هذا ما جاء في البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني بمناسبة اليوم الدولي للمغيبين قسرا أعود إليك دكتور عامر مرة أخرى المجتمع الدولي والموقف الدولي من عمليات التغييب القسري في العراق الكثير من المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية وكذلك الكثير من القوى المناخضة للعملية السياسية والجهات الوطنية الكثيرة دعت إلى وضع حد لجرائم التغييب القسري المستمرة تحت عنوين شتى ولكن عنوانها الحقيقي بحسب ما يرى الكثير من المراقبين أنها الغاية منها تنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي واستبدال سكان محل سكان آخرين بغية أهداف إقليمية يعني الآن لو تحدثنا مثلا عن بعثة الأمم المتحدة ينامي دعت إلى التحقيق في جرائم التغييب القسري في العراق والإخفاء القسري للمدنيين في محافظات العراق منها محافظة العنبار ولكن كيف تقيم ردود الفعل الدولية تجاه كل هذه الدعوات؟ نعم فعلا هناك عدة دعوات من لجنة الصديق الأحمر يعني لجنة دوليسة الأحمر من هومان رايت سورك من أنتربول ولكن أنا أعتقد أن هذه الدعوات وبالرغم من إعلانها وتعميمها وقرأناها إلى آخرين لكن لم ترقى إلى فعل مؤثر على الأرض لمساعدة المغيبين أو المعتقلين بدون سند قانوني مع معرفة هذه المنظمات وأشارت عدة مرات في تقاريرها السنوية وتقارير أخرى بأن العمل بسياسة التعريب القسري والقتل الجمع مستمرة وأيضا تعرض المعتقلين إلى الإكراه المادي والمعنوي والقتل إذن هذه الحالة يجب أن يكون هناك موقف موقف قانوني دولي فاحل لماذا دكتور عامل فقط يعني الكثير من المحللين والكثير من المراقبين والمتخصصين حتى في أشياء القانوني والقانون الدولي يتحدثون عن ضرورة ووجوب وضحة لهذه الجرائم ولكن لماذا لم نسمع بتشكيل لجنة دولية مثلا تأخذ على عاتقها إذا سمحت لي فقط أكمل الفكرة دكتور يعني لماذا لم تشكل لجنة دولية تأخذ على عاتقها يعني تسليم المسؤولين عن عمليات الخطف والاختطاف والتغييب القسري هذه اللجان الدولية لماذا لا تشكل فقط نسمع تقارير من الصليب الأحمر وأيضا تقارير من بعثة الأمم المتحدة والكثير من المنظمات نعم نعم أنا هذه الحالات التي مرت في العراق مرت في دول وشعوب كثيرة وأنا هذه الحالة كما أنت قولت وغيفك الكريم قال أنه مستمر السياسة التعديد والسياسة المقام والتهنيش وأيضا التغييب القسري والسجون السرية والعلنية ولكن أنا أنا من خلال قناتكم المحترمة أدعو أقترح أن تكون هناك تدخل دولي إنساني دولي لإنقاذ الشعب العراقي من المحنة الحالية من الثالثة التي تمر علي وكما كان هناك تدخل دولي في دولة شغسلافيا لإنقاذ الشعب العراقي البريء الذي لم يستكب جريمة وما زال مغيب بالسجون وما زال التعديد المادي والمعنوي والإكرار إلى آخرين لأن شهادة القتل والتغيب أصبحت سياسة ممنهجة من قبل أعوان الاحتلال ولغاية أنه هناك تدخل دولي إنساني كما ستدخل في غسلافيا أو دولة شعب العراقي من هذا المسأل وإلا سوف تستمر المحنة أكثر فأكثر وأكثر هناك دور نعم نسمحني فقط نظامات إجرامية مسلقة خاصة القانون يجب أن هذا جاء للحالة هذا جاء للحالة ببعن دولي إنساني فعلي إلى العراق اسمحني دكتور عامل سعودي لك مرة أخرى لو سمحت فقط في هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا لنتحدث عن موضوع المجتمع الدولي أستاذ نظير وتفرجه على ما يجري من جرائم ترتكب في العراق جرائم التغييب القصري يعني هو المجتمع الدولي يدعو إلى إجراء تحقيقات في سبيل الكشف عن ملابسات هذه الجرائم مثلا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس يتحدث عن ضرورة يعني هو دعا إلى ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية للكشف عن مصير المغيبين قصرا في العراق لم نفهم ذلك المجتمع الدولي هل من واجبه أن يدعو إلى إجراء تحقيقات أم أنه شكل هذا المجتمع من أجل أنه متابعة هذه الدول التي لا تطبق قانون حقوق الإنسان أو لا يطبق قانون حقوق الإنسان فيها من أجل المتابعة تشكيل لجان دولية مثلا يعني من الناحية السياسية كيف تنظر إلى الأمر يعني بالذات في الموضوع المآسي التي تحدث على الشعب العراقي والله أقول أن هذه المنظمات الدولية وما يسمى بالمجتمع الدولي هو شاهد زور على هذه الجرائم التي ترتكب في العراق يعني لم نسمع من عندهم غير الأرقام والتعاطف والدعوة لتشكيل اللجان ولم يفعلوا شيء يعني رئيس الوزراء يتعاطف الجميع يتعاطف ولكن لم نرى شيء كذلك الأمين العام للأمم المتحدة يتعاطف الرئيس الأمريكي يتعاطف الرئيس الإيراني يتعاطف كلهم متعاطفين كلهم متعاطفين ولكن الجرائم مستمرة مستمرة بحق الشعب العراقي بل أزيدك من هذا الأمر اللجنة الدولية للمفقودين وهي لجنة من اسمها دولية تقول أن منذ 2003 يعني منذ بداية تاريخ الاحتلال يقدر عدد المفقودين والمغيبين قصرا من 250 ألف إلى مليون شخص تتخيل الرقم؟ يعني ربما هذا تعداد شعب كامل من الدول هذا نتيجة تعاطف هؤلاء ومع ذلك تجد أنه لا توجد أي دولة تحرك ساكن بينما عندما يريدون يعني هو هذا الميزان الدولي انتقائي وغير متوازن هذا الميزان بيدي من؟ يعني التعامل بهذه الدرجة من التناقض يعني هل هذا يعني أن السياسة هي التي تحكم القانون الدولي؟ هذا بالضبط هو هذا الوصف الصحيح يعني لا توجد منظمات مستقلة ولا تتكلم عن الأمم المتحدة كأنها هيئة مستقلة تمثل شعوب العالم بالحقيقة هذه منظمات تدار من القوى الكبرى وبالذات من الولايات المتحدة نحن نتعامل الآن مع احتلال الولايات المتحدة للعراق وما تلاه من احتلال إيراني وانتشار لهذه الميليشيات الإجرامية وكل هذه المآسي التي نراها في العراق هي مفرزات للاحتلال إيراني وبالتالي فإن أي انتقاد للتجربة بين قوسيا الديمقراطية التي حدثت في العراق وكأنما أنت تنتقد الولايات المتحدة وهي بالتالي لا تسمح لأي انتقاد وتشكيل أي لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي كانت بالأصل هي وحدة من مفرزات الاحتلال الأمريكي يعني بالله علي قبل الاحتلال هل كان يتجرأ مجموعة من القتل أو السراء الاعتداء على المواطنين ويعملون هذا التغيير الديمغرافي وتهديم حواضر مدن كاملة ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك إلا بعد الاحتلال الأمريكي بمعنى أن كل الجرائم هذه ربما نستطيع أن نقول بنسبة 99% يتحمل مسؤوليتها لاحتلال الأمريكي وبالتالي فإن عقد أي لجنة دولية أو أي تعاطف دولي ممكن يترجم إلى خطوات عملية سيكون بالنتيجة هو ضد الولايات المتحدة لذلك مصيبتنا الآن هي مع الولايات المتحدة الآن هي الولايات المتحدة حاليا تتعاطف أيضا مع مصطفى الكاظمي في هذه النقطة أعمليات التغييب القسري نتجت عنها الكثير من الشواهد منها المقابر الجماعية التي تشفت مثلا في الأنبار وغيرها من المقابر وأيضا السجون السري التي لا يعلم أحدا هي أين مكانها أين ولا صدرت أي جهة أي عنوان عن سجن سري سوى المعلومات التي جاءت قبل سنين وإلى الآن لم يؤثر على أي شخص مخطوف في العراق متواجد في سجون والله هذا الكلام ليس دقيق السجون السرية معلومة والجميع يعرف أين هذه الميليشيات تحتجز هؤلاء يعني رئيس المزاة عفوا بسقط أريد خدمك بهذه الأمور مصطفى الكاظمي يعني بطريقة المراوغة ويجعل من نفسه كالحملة البرية يقول من يدلني على سجن سري سوف يعني أخذ قوة وأذهب إلى ذاك السجن فماذا غرد يعني يدعي أنه لا يعرف ماذا أجابه السثير البريطاني قال يعني يا مصطفى إذا كنت لا تعلم فإذا تحب أنا أدليك على هذه السجون بمعنى أن هذه السجون معلومة سواء للدول الغربية أو للمواطنيين العراقيين ويعرفون أين مغيبين يعني أولادهم لكن من يستطيع أن يتكلم هل تستطيع الميليشيات أن يعني هل تستطيع يستطيع مصطفى الكاظمي أن يأمر هذه الميليشيات بفك أسر هؤلاء المغيبين الأمر يعني كله بيد هذه الميليشيات القائفية اسمحي أستاذ نظير انضم لنا الآن دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عبرة سكايب دكتور أيمن مرحبا بك إياك الله أخي الكريم وتحية لك وللمشاهدين الكرام دكتور أيمن يعني جرائم التغييب القصري مستمرة منذ أكثر من 17 سنة في العراق الكثير من المنظمات الدولية تتحدث عن ضرورة وضع حد لهذه الجرائم الكثير من الأرقام تحدثت عن أكثر من 25 ألف مفقود ومغيب قسريا في العراق بسبب العمليات العسكرية التي حدثت تحت عنوان محاربة داعش أو بسبب المخبر السري أو بسبب حملات انتقامية أو طائفية يعني من وجهة نظركم جرائم التغييب القصري من المستفيد منها دوليا أو إقليميا؟ أخي الكريم تحية مرة ثانية لجنابك والمشاهدين الكرام التغييب القصري طرف من أفراثها المهمة هو الحكومة الجهة الرسمية فبالنتيجة نحن أمام إيهاكات يجري تقنينها أو هي تجري وفق قانون غير عادل يتم تطبيقه في البلاد منذ 2003 وحتى اليوم لدينا طبعا هذا الرقم الذي تحدثت به حضرتك هو تقديرات مع الأسف الشديد وهذه كلمة تقديرات أضع تحتها قطوط كثيرة هل تتخيل أنه هناك جهة رسمية تحترم نفسها تعتد بنفسها لا تمتلك أرقاما لضحايا لمواطنين هي يفترض أن توسر الحماية لهم يفترض أن تكون طرفا في إنقاذ القانون العادل الذي يساوي بين الأفراد أمام القضاء على أقل تقدير فهذا أخي إحنا اليوم تخيل المحاكم في العراق لا تزال حتى الساعة لا تقبل أي شكوى عنوان الشكوى هو اختفاء تسري تقبل شكوى بعنوان فقدان وهذا طبعا كل شخص حقوقي وحضرتك مطلع أكيد هذا شتان بين الأمرين أنه الفقدان هو مسألة مدنية دعوة مدنية وأما تلك الاختفاء القسري فهو طبعا يعني دعوة جنائية والحكومة طرف أساسي فيها أو تقف وراءها تقصد أهداف سياسية يعني هيومان رايس ووش مثلا تحدثت عن عدد المخفيين قسرا في العراق أنهم يتراوحون ما بين 250 ألف إلى مليون تحدثنا قبل قليل عن رقم 25 ألف وتفضلتم بالحديث أن هذا الأمر هو تقدير والكثير من المنظمات الحقوقية تحدثت وهنا هذه المنظمة هيومان رايس ووش تحدث عن مليون مختفي قسرا يعني مع ذلك إلى هذه الدرجة أصبح الشأن العراقي أو شأن هؤلاء المخفيين قسريا والظروف الصعبة التي يعاني منها ذو المخفيين قسرا أصبحت هين لدى العالم أو أمام العالم ولا يتحرك لها طرف أخي الكريم حتى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأنا مسؤول عن كلامي جميع حالات اختفاء القسري المقدمة إلى الأمم المتحدة إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة قدمت من جهات معدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة طبعا الهيئة فيها ويعني متمثلة بأكثر من طرف فيها هذه حقيقة لكن مع الأسف الشديد حتى المنظمات الأخرى ليست معنية كأنما بهذا الأمر وتمدد به وتؤجل به وتتعذر وتجد الذرائع حتى لا تدقن ولا تقحم نفسها في هذا الأمر لأنها لا تريد أن تنصدم بالحكومة أو تتقدم بالحكومة حقيقة فهذا مسؤولية أخلاقية مسؤولية إنسانية قبل أن يكون مسؤولية قانونية يعني الكثير من يعول على موقف دولي لأن الأمر في العراق أصبح أمرا صعبا للغاية ربما أو خطيرا للغاية تحت عمليات أو ماكينة أو الأسلحة التي تستخدمها الميليشيات لقتل المواطنين وكل من يعترض على الميليشيات وسلطتها في العراق وخير دليل على ذلك هو اغتيال الناشطين الذين انتقدوا ما يجري في العراق وانتقدوا أيضا عمليات الإخفاء القصري للمواطنين العراقيين حتى من مدينة الصدر الذين خرجوا في تظاهر التشرين من أجل إسقاط النظام الفاسد في العراق ولكن أيضا ناشطون مستمرون بإطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي الوسم تلو الآخر آخره حمل علوان ربما اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري يعني هذه المحاولات هل مرجو منها أن يتحرك لها العالم من أجل وضع حد لجرائم الإخفاء القصري أم مرجو منها من وجهة نظرك لتحريك الشارع من أجل تغيير الواقع أخي يعني التواضع أو تضاؤل التضامن الإنساني هو الذي دفع لهذه الحملات وهذه الصيحات وهذه الصرخات لأن الأمر في تراجع وتراجع ملحوظ وانحدار بل هو يعني اليوم لا أحد يمتلك الجرأة أنه يقف موقفا صحيحا مسؤولا أمام هذه الجرائم التي ترتكف في العراق يعني حتى على الناحية إذا نتكلم من الناحية القانونية فنعتبر مثلا ما هو الاختفاء القصري هو اعتقال لأشخاص على يد الحكومة أو من يمثلها أو أشخاص يعملون برخصة من هذه الحكومة وبالتالي ينفي تنفي الحكومة العلم بهذا الاعتقال ويتم إخطاء الشخص ويعزل عن العالم وتظل المعاناة بالنسبة للضحية وبالنسبة لدويهين زين يعني لدينا حقيقة جرد أو إحصائية أكثر حالات الاختفاء القصري ما ردها إلى المخبر السري المخبر السري هنا حتى إذا نتكلم بالقانون مثلا قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 من الممكن أن تجد فيه صراحة لا يقر الاستخدام لهذه الطريقة للبلاغ لأن هذه غير مسؤولة القانون يقول أن هذا الإسلوب غير مسؤول ولا يمكن أو لا يجوز الاعتماد عليه للاعتقال ننتقل حتى إذا مثلا القانون الدولي الإنساني الدولي القانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يقر بمسألة المخبر السري واليوم الحكومة في العراق عادت إلى هذه الطريقة عادت إلى هذا الاعتماد هذا الأسلوب في الاعتقالات فنحن اليوم حقيقة أمام أزمة قانونية حقيقية لكن الفاعلون في العراق اليوم الحكومة ومن يقف وراءه هؤلاء يجيدون مسألة التنصل من المسؤولية حقيقة يعني يظمرون ما لا يظمرون دكتور أيمن هل هو إن صح التعبير تنصل عن المسؤولية أم هو تعبير منهم أو تحدي للعالم بأنه ليس هناك من يسائلون وليس هناك من يحاسبون يعني أنا اليوم أضرب لك مثلا الرئيس الأسبق يقول رئيس الحكومة الأسبق يقول أنه لا يوجد حالات اتفاق قسري في العراق الرئيس الحكومة الحالي يقول أنه مسألة المختفين قشرا هذا التجام أخلاقي أمام الحكومة ألا يتناقل هذا التشريح مع الذي سبقه التضارب والاستهلاك الإعلامي والتقول في أمور لا يمكن تنفيذها في العراق اليوم المعطيات الموجودة لا تسمح بتنفيذ هذا الكلام ولا تسمح بنقلة نوعية على المستوى الحقوقي لأن هذا الأمر يعني ضرب الحكومات عرض الحائق اليوم نحن إذا نفتح ملف أي ملف في حقوق الإنسان أي ملف اليوم إذا يفتح في حقوق الإنسان بشكل رسمي يعني كل الوجوه هذه التي تراها ويراها الشعب على التلفاز كلها ستظل رهن الاتهام ورهن الاعتقال ورهن المحاكمات ورهن السجون إذا كان الأمر بشكل رسمي وبشكل بنية حسنة يعني اليوم لدينا تحقيقات في الاختفاء القسري الذي جرى وكان الضحية فيه متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية اليوم لدينا عشرات الحالات من المحتفين قسرا من المتظاهرين ما هي يعني كيف جرى هذا الموضوع ومجان التحقيق التي شكلت وهذه المجان التي تعد أداة للفساد الأمر الغريب دكتور إيمان الأمر الغريب أن يعني رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء الحالي هو قابل الكثير من العوائل أو بعض العوائل من الذين غيب أبناؤهم قسرا وحتى من مدينة الصدر ولكنه تعاطف معهم وقال أن هذه السياسة سياسة التغيب القسري أو الاعتقالات على هذا النحو هي مرفوضة ومهما كانت خلفياتها بعده مراقبون أو عده محللون أن هذا الكلام هو نوع من الإقرار الضمني بمعرفة الجهات التي تقوم بالخطف ولكن لا جدوى ولا حراك هذا الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون منذ 2003 الحكومات تابعة لجهات خارجية تنفذ مخططات تملى عليها تفرب عليها لا يمكن أن يلتفتوا إلى الشعب لا يمكن أن تكون الأولوية لديهم حماية المواطن لا يمكن الأولوية لديهم توفير الخدمات الأساسية نتكلم عن خدمات أساسية دكتور أيمن نشكرك إذا سمحت لي أن تبقى معنا في هذه الحلقة ويشارفنا ذلك أعود إلى الدكتور عامر الدليمي نعتذر منك على الإطالة دكتور عامر عامر استمعت إلى ما تحدث به دكتور أيمن العاني ولكن هنا السؤال هل أصبح تسييس القضاء في العراق أداة من أدوات جريمة التغييب القصري الحقيقة أصبح الحديث عن الاختفاء القصري والتعذيب والاحتقال موضوع كل شواسع ولكن أنا هنا أريد أؤكد أن الحكومة العراقية تعترف بأن هناك تغييب قصري وأنا هنا أستذكر تصريح نور المالكي عندما كان رأي شو سراء يقول أن السجون السرية في العراق يجري العمل بها وفقا للإجراءات القانونية وكأنما هو بعيد عن القانون ولا يعرف أن السجون السرية هي مخالفة قانونية لها يقرها القانون وأنها انتهاك لحقوق الإنسان يبقى الإنسان عندما يتعرض التوقيف أيضا بشكل قانوني وقللات القانوني أيضا هذا يشير إلى ملاحظة أخرى ملاحظة أخرى يهم بانكيمون أمين عام المتحدة السابق عندما زار العراق طلب من الحكومة العراقية تقليل أحكام الإعدام ولذلك أنه بعد ما رأى المنظمات الحقوقية الإنسانية أنه تأكدت أن هناك حالات إعدام كثيرة في العراق وهذه الحالة يعني دليل على أنه انتهاك الحقوق الإنسانية إلى آخره وأنه المحاكم مسيسة وأن المحاكم تقضع لميليشيات والأحزاب تفرض عليها والقاضي الذي لا ينفذ ما يؤمر به من هذه الميليشيات أحزاب أرض ما يتعرض إلى إقراءات ضده يعني قد يستهدف ولا أرجطي في هذا الموضوع إذن أكون هناك حالة معينة أي أكثر خطورة هي أحكام الإعدام أو الإعدام خارج المحاكمة وهذا ما وضح أرض المحلام أن هناك إعدام خارج المحاكمة خارج محاكمات السورية فإذن القضاء العراقي قضاء مسيس يرضح تحت مير وظلم متوجيه الأحزاب السياسية وميليشيات الحاكمة في العراق والمتنسبة في كل موسات الدولة هذه المواضيع أخي جدا مشعور بكطورتها ولذلك ضروري أن يكون هناك فعل جاد حقيقي لمساعدة المغيبين وإطلاق صراحهم وأيضا منع سياسة وإيقاف سياسة التعذيب القصري بالقتل والتعذيب والإكراه المادي والإكراه المعنى وهكذا يفتركون فعل جاد على الأرض لإنقاذ البشرية وإنقاذ المعتقلين المغيبين واضح دكتور شكرا له اسمح لي أن ننتقل إلى أستاذ نظير أستاذ نظير القضاء في العراق قضاء مسيس ربما هو اجتزئ من معادلة أن العالم أو السياسة العالمية تحكم القانون الدولي هنا ما هو موقع المتضاغرين العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بإطلاق صراح أبنائهم أو الكشف عن أماكن موجودهم ومحاكمة المسؤولين الذين غيبوهم قسريا يعني كما نعلم جميعا بأن القضاء في العراق ليس محايد ومسيس فهو مرتهن للدارة السياسية التي تحكم البلد بدليل أن هذا القضاء قد تم استخدامه بطريقة فاضحة من قبل النور المالكي في تصفية خصومة ثم استخدم هذا القضاء في محاربة المقاومين لاحتلال ثم استخدم هذا القضاء مرة ثانية بمحاولة إقصاء المكون السني عن الوجود وكان يستهدف الشباب العربي السني ولذلك هذا القضاء دليل واضح بأنه لا يستطيع أن يحقق العدالة ولا يتم الركون إليه أنا الآن أيضا أشكد حتى في الدعوات كما هو معلوم أن عمليات الاختطاف والتغييب القصري تطال أيضا المتضاخرين من مدينة الصدر وهذا أيضا ربما بحسب ما يرى البعض أنه ما جعل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي يعني زجل عديد من الصدرين في السجون باسم القضاء العراقي ودلالة على عدم حيادية هذا القضاء أنه توجد شخصيات قد اتهمت زورا بالإرهاب وبعضهم خرج خارج العراق لكن عندما تغير ربما الموقف السياسي تم تبرئة هؤلاء السياسيين وكان شيئا لم يكن لأنه انتهى الغرض من اتهامهم بالإرهاب يعني أنا أقول لك حتى الآن أنا أشكك في موضوع تشكيل لجان ومخاطبة القضاء بالفصل في موضوع الجرائم التي ارتكبت بحق المغيبين أي قضاء سوف يحكم بهؤلاء القضاء هو نفسه غير نزيه القضاء يحتاج له قضاء حقيقة يعني المنظومة كلها فاسدة بمنظومة السياسية أو القضائية وفي كل هذا النظام السيستم الذي يحكم في العراق إذن في هذه الحالة المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي الشعب العراقي يعني هذا لذلك يعني يفترض أن يتم التعاطف معه دوليا ليس بكلمات التعاطف التعاطف موجود إنما أنا أقصد بأنه يقومون على أعمال يعني يتم تقديم هؤلاء المجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محاكمات دولية وإلا فيتم يعني الأمم التحدة أو المنظمة الدولية ليست عاجزة عن إيجاد الوسائل لتطويع هؤلاء المجرمين لكن هم يغضون الطرف عن هؤلاء المجرمين وهذا دلالة على أنهم مشاركين في هذه الجريمة أنا يعني لا أبرق هذه المنظمات أو الهيئات الدولية أو حتى الدول الكبرى من مشاركتهم لجريمة قتل الشعب العراقي هم مساهمين في هذا الخراب الذي يعيش فيه دكتور أيمن يعني لم يكشف عن مصير أماكن وجود المغيبين قصرا في العراق ولكن يعني العالم كله تدخل في موضوع يعني المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في العراق واستطاعت أو لم تستطع إن صح التعبير وإنما قامت القوات الحكومية أو الجهات التي كانت موجودة بالكشف عن مصيرهم وإطلاق صراحهم هنا العالم لماذا يتعامل بمعايير مزدوجة أو معايير متناقضة في العراق أخي الكريم الجهة المعتدية في العراق معروفة وهذه تمتلك من الضغوط على الدول الأخرى وهي مثلا الأمريكا وفي نفس الوقت إيران هذان الطرفان يسيطران على الملف الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد يتقاسمان بعض الملفات هنا وهناك ويختلفان على بعض الملفات هنا وهناك لكن باستراتيجية معروفة وهذا الأمر هو شراكة أمريكية إيرانية في العراق بالنسبة للحالة التي ذكرتها فهي تقع ضمن سياسة دولية خارجية غير متعلقة بما يحصل في العراق من جرائم وانتهاكات وكان الغرض منها مادة بحث فبالتالي قد استوفى الضرف المعتدي ما كان يرمن إليه من استهدال مبالغ معروفة لكن أيضا دكتور أيمن أيضا هؤلاء من يقوموا بعمليات التغييب والاختطاف أيضا يساومون ذوي المختطفين على مبالغ طائلة وأيضا يستفيدون منهم ماديا بأموال تقدر بالملايين لا شك أخي أن هذا أسلوب من أساليب تمويل الميليشيات ناسية ما تابعة لإيران في العراق لا شك لكن في أغلب الحالات المسجلة لدينا أن يتم إبلاغ ذوي الضحية من الممكن أنه تتصلون بابنكم أو تتصل أخبار منه إليكم أو يتم إطلاق صراحه حتى لكن لا يجري هذا الأمر بسلاثة المعهودة وأغلب الحالات يتم انقطاع الاتصال حتى بالجهة المتصلة التي تبلغ ذوي الضحية أنها من الممكن أن يجري إطلاق الصراح مع العلم أنهم يطلبون مبالغ كبيرة جدا تصل إلى عشرات الآلاث من الدولارات منه ناس بسطاء حقيقة يعني لا يجدون ما يسد الرمق لكن يضطرون يعني في بعض الحالات لدينا إفادات تقول أنه ذوي الضحية اضطروا إلى بيع منزلهم ذوي الضحية اضطروا إلى بيع قطعة أرض أو تنازل عن مثلا كذا نشكرك دكتور أيمن ونعتذر منك لضيق الوقت قاربنا على انتهاء الحلقة في أقل من دقيقة أستاذ نظير كيف ترى الحل؟ والله يعني أنا أقول أن الحقوق لا تطلب إنما تنتزع على الشعب العراقي يعني سواء المتظاهرين الآن في ساحات التظاهر وغيرهم كما يرون أن لديهم حقوق في تغيير هذا النظام لديهم حقوق في ما يطالبون به من حريات وخدمات أيضا ينظرون إلى حال المغيبين وإلى الأسر هؤلاء المغيبين لأن نحن جميعا في مركب واحد وينطبق علينا المثل أكلته عندما أكل الثورة الأبيض يعني عندما تتخلون عن المكون العربي السني الآن في محنته وفي الضيم الذي يعيش فيه من الممكن هو أيضا لا يتعاطف معكم في محنتكم شكرا لك لذلك يجب أن تطالب بالحقوق العراقيين جميعا بكل مكوناتهم شكرا لك أستاذ مدير كندولي الكاتب والواحث والمحلل السياسي ضيفي في الستوديو ونشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين وشكر أيضا موصول لدكتور عامر الدليمي أستاذ القانون في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة